مسلسل بنات صالح تسريبات الحلقة الحداشر وكمان الحلقات اللي بعد كده اعرفوا الاحداث قبل ما تحصل على التلفزيون بالنسبة لصالح بعد ما بيلاقي بنته صارة خلاص عملت حساب على السوشال ميديا وعمد بيقوله وكبان سعيد وبيكتب قصته لها صارة بتقرى القصة بتاعت الراجل الاسمه صالح ده وطبعا ما تعرفش ان ده ابوها القصة كانت مؤثرة جدا كتب فيها كل حاجة عن ان هو تظلم ودخل السجن 20 سنة ظلم في تهمة هو ما عملهاش جريمة قتل ما قتلش السيطة دي وقال حاجة هو كان بعايز بس يفعل خير ويعمل خير مش اكتر لكن للأسف الخير ده بقى عكس تماما وكمان ازاه في حياته كتير وبعيده عن بناته وانه كان سايب مراته وكمان تلت بنات وكمان الام كانت حامل وكل ده وهو ما يعرفش عنهم حاجة وكمان الام اللي طلبت الطلاق وصدقت الكلام اللي تقال عليه وانه هو فعلا مجرم وانه هو خنها واططلقت ولحد دلوقتي ما يعرفش حاجة عن بناته ولا عن مراته دي وطبعا بتبقى سارة متأثرة جدا باللي بتقراه عن صالح وحتقرر سارة ان هي تعمل مقابلة مع صالح علشان يتكلم فيها عن الظلم اللي اتعرض له في حياته وبالفعل هتقابله فعلا وهيتكلمه مع بعض وهيحكي لها كل حاجة لكن طبعا فاتن لما تشوف صالح وهو بيتكلم معاه في الفيديو مش هتبقى مرتاحة هتنهار تماما وخاصة ان صالح ما اعترفش البنته الحدي دلوقتي ان هو ابوها بالنسبة لنور نور اللي بتغيب عن الجامعة كام يوم بس خلاص هي صدقت ان كرم كويس ومحترم وان اللي حصل ده كله اي كلام وكمان امنة مش هتسكت امنة بتغير جدا من نور وكمان بتغير من علاقتها هي وكرم علشان كده هتعمل لها المكايد وحتبقى عايزة توقعها في شر اعمالها بسبب غيرتها الشديدة من علاقتها بكرم كرم هيبقى سعاد جدا برجوع نور للجامعة وكمان هيحاول ان هم يخلي العلاقة بينهم في النور يعني مش مشكلة امنة خلاص المفروض ان هي تصلحت معها اما بالنسبة لصالح اللي حيبقى فرحان جدا برجوع لنور تاني للمطعم وحيشوفها دخلة وخرجة فيه وفي يوم من الايام وفي حلقة من الحلقات حيعرف اسمها بالكامل نور صالح خدير بدر وحيعرف ان هي كمان بنته هل حيقدر صالح ان هو يقول لبناته ان هو ابوهم ولا حيستنى لحد ما يزبط برقته كل ده حنشوفه في الحلقات الجاية من مسلسل بنات صالح يارب الفيديو يكون عجبكم ما ديسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ويتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واستنوا بقى الفيديوهات والحلقات والتسريبات باي باي